طبعا هناك عدة تقارير بدأنا نسلط الضوء عليها مؤخرا وفيما يتعلق بتغير المناخ تصدر بشكل دوري ودراسات جديدة واحدة تلوى الأخرى تسلط الضوء على ما يجري في كوكبنا الكرة الأرضية أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة الأمم المتحدة الذراع الأكاديمية والبحثية للأمم المتحدة والتي تتخذ من توكيو مقرا لها أن الكوارث المناخية والأوبئة التي يشهدها العالم لها مسببات وقواس مشتركة على الرغم من تباعد أماكن حدوثها أما السبب الرئيسي كما تقول الدراسة فيعود إلى تأثير العنصر البشري ودوره في الاحترار المناخي الإنسان أو الأنشطة التي يقوم بها البشر بشكل عام وراء الكثير من الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم وفق ما خالصت إليه دراسة الجامعة التي تتخذ من توكيو مقرا لها والتي استندت إلى التقييم الذي أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والصادر في أغسطس الماضي أيضا البيانات الحديثة التي تظهر أن تأثير البشري تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل غير مسبوك على الأقل خلال الـ 2000 سنة الأخيرة الكوارث التي تناولها هذا التقرير والدراسة شملت تفشي جائحة كورونا حول العالم العاصفة الثلجية التي ضربت ولاية تكشس الأمريكية في فبراير الماضي حرائق الغابات التي دمرت نحو خمسة ملايين فدان من غابات الأمازون المطيرة إلى جانب سلسلة من تسع عواصف ضربت فييتنام في فترة سبعة أسابيع فقط حملت معها أمطار غزيرة وتسببت في دمار هائل في كل ألحاء البلادي أن أضعك إضافة كذلك إلى الأحصار المميتة التي ضرب بانجلاديش بسبب تغير المناخ الدراسة خلصت إلى أن هناك ثلاثة أسباب جذرية تؤثر على تطور هذه الكوارث وهي أولا حرق الوقود الأحفري ثانيا الإدارة السيئة للمخاطر البيئية وثالثا عدم أخذ موضوع التغيرات البيئية بالجدية اللازمة عند اتخاذ القرارات ينضم لي من ووترلو كندا الخبير البيئي الدكتور روبرت مكملن ومن جامعة أتوى الكندية وأيضا هو من هناك ومن الدوحة معي فادي جريساتي وزير البيئة لبناني السابق مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة وأستاذ روبرت ماذا على المجتمع الدولي اليوم فعله لأن يتم أخذ التحذيرات البيئية اليوم على محمل الجد ويكون هناك قرارات فعلية اليوم وليس فقط لجان ودعوات وأنشطة تقتصر على التوعية فقط هذا سؤال جيد وهذا هو غرض التقرير الذي أشرت إليه تشجيع صنعي السياسة لمعرفة أن هذا ليس حدثا منعزلا عندما يكون هناك إعصار في لويزيانا وفيضانات في نيويورك وحرائق في كاليفورنيا وأعاصير تؤثر على بنجلديش وفيتنام نميل إلى الاعتقاد أن هذه أحداث منفصلة وعلى الدول أن تتعامل معها بشكل منفصل ولكن السبب هو نفسه والحلول هي نفسها نحن نتحرك باتجاه الحلول وعلينا أن نفكر في العوامل التي تجعل الناس معرضين لهذه الأحداث وكيف يمكن لكوفيد 19 والتصحر وعدم القدرة على العثور على طعام للجميع كيف يمكن لهذا كله أن يجعل الناس معرضين أكثر للمتاعب طيب ولكن السؤال هنا كيف يمكن الدول العظمى اليوم ما هي الأوراق التي يمكن استخدامها للضغط على الدول للضغط على الحكومات لأن تتجه بالفعل للعمل سوية نحو كوكب أنظف رحو بيئة أنظف الضغط يجب أن يأتي منا جميعا كأفراد على حكوماتنا وعلى الناس الذين يشاهدون هذا البرنامج علينا أن ندرك أن هذه الأحداث ستزداد في عددها وفي شدتها لو أخذت مدينة لويزيانا أو نيو أورليينز التي ضربها الإعصار الناس لم يتمكنوا من الإخلاء لماذا؟ لسببين أولا نتيجة للجائحة من الصعب أن يتجمع الناس في مجموعات ثانيا لا توجد وسائل نقل عامة حتى لو أردت أن تنقل الناس إلى ملاجئ الحل هو تحسين المعيشة اليومية وهذا يتمثل عن طريق امتلاك نظم مواصلات عامة أفضل وعلينا أن نتوقف عن استعمال أو التخفيف من استعمال الوقود الإحفوري التغيرات هذه كلها أدت إلى هذا ولكن نتحدث أنا وأنت الآن وحضرتك أكثر أستاذ روبرت على أنه يجب على الأفراد الوعي اليوم يجب على الإنسان الوعي لماذا تحميل المسؤولية اليوم في هذه الدراسة للإنسان بالشكل الفردي لا يمكن للإنسان أن يتخذ لربما هذا الكمل أو يقوم بهذا التأثير الكبير من دون أن تحمل المسؤوليات للحكومات التي تحكم الشعوب التي تتبع هذا النهج اليوم بإحداث الضرر البيئي أستاذ روبرت نعم نحتاج إلى قيادة من أعلى هناك الكثير من الأفراد ومن المدن والولايات ومجموعات داخل البلاد يعملون بشكل بناء للتعامل مع التحديات الخاصة بالتغير المناخي علينا أن نلقي بهذا الضغط على أعلى مستويات الحكومة حان الوقت للتوقف عن الحديث الحقائق تتحدث عن نفسها والصور التي تعرضونها الآن تتحدث عن نفسها إذا فشلت الحكومات والقادة في التعامل مع هذه التحديات التحديات فسيفقدون مصداقيتهم أمام مواطنيهم وسيواجهون سكانا غاضبين لا لا أستاذ روبرت أستاذ روبرت لا لا تسمح لي دعني أتفاعل معك هنا أستاذ روبرت أنت تتكلم عن المجتمعات المثالية الآن نحن نتكلم عن كرة أرضية الشعوب فيها مختلطة بثقافاتها بمعرفتها بتوجهاتها هناك دول كثيرة لا تصدق ولا يمكن أن تعير اهتماما وشعوبا كثيرة لا تعير اهتمام لما تقوله حضرتك يا سيدي فلا يمكن أن يغضبوا أصلا أعتقد أن النقطة هي أن كل الناس لديهم قيم مشتركة نهتم بعائلاتنا وبأطفالنا وهذا جذر المسألة لو كنت تحب الأطفال أطفالك فإنك ستنظر وتأخذ الأمور بجدية بغض النظر عن ثقافتنا أو خلفيتنا لدينا قيم مشتركة المفتاح كيف نحول هذه القيم إلى عمل سياسي قد نحوله في قضايا اقتصادية أو قضايا تتعلق بالوقود الأحفوري الكثير من الحلول للتغير المناخي هي نفسها من ناحية التوعية الرعاية الصحية البنى التحتية العامة ونقل أفضل للجميع الحلول غالبا ما تكون هي التي يجب أن نتبعها سواء كان هناك تغير مناخي أم لا الآن ينضم لي فادي جرساتي وزير البيئة اللبنانية السابقة من الدوحة مرحبا بك سيدة فادي وجهنا بعض الصحوب بالاتصال مع حضرتك في البداية عذرني رجاء كم هو حجم المسؤولية التي يتحملها العالم العربي اليوم دعنا نقسمها إذا تكرمت من هذه الدراسة التي يلقي بها اللوم على الإنسان أنه هو المسؤول الأول والأخير مساء الخير بعتذر لأنه ملحقت اسمع ضيفك قبل بالحكيم بسبب المشكلة التكنية المؤسف أنه نحن المنطقة العربية هي من أكتر مناطق بالعالم للي عندها تلوث وللي عندها أثر سلبي بهذا الموضوع فهذا شي مؤسف وأنا عم بحكي اليوم عن منطقة أكيد أنا بنتمي لقلها وكتر هي بلد مصدر للغاز الغاز الذي هو اليوم بعده من أنضف الطاقات للمدر نحن نستعملها قبل أكيد الطاقات المتجددة فالأثر أكيد كتير كبير هناك مسؤولية كمان على كل الدول النامية بالعالم أن تكتر الاستثمارات فيها وهذا كان الدعوة كمان بالتقرير لكل الدول للي بعدها عم تتطور يعني في مسؤولية عالمية كتير كبيرة للاستثمار بالطاقات المتجددة واليوم النفط للي هو طاقة نحنا كلنا بحاجة لقلها هي طاقة ملوسة جدا وعم بيكون عندها أثر كتير كبير وبالمنطقة هون بالزيت للي نحنا منسهل كهرباء كتير لأنه ما منفكر بكل فتا لأنه نحنا بلاد غنية بالنفط والغاز عم ندور التكييف كل الوقت مندور الإنارة كل الوقت وما منفكر بالأثر البيئي وبالإمعاثات كلها اللي عم تطلع من وراء كل الإسهلاك اللي عم نعمله فاليوم في صرخة كتير كبيرة بدأت تكون لكل البلاد العربية ولهيد المنطقة اللي حتتأثر كتير من وراء التغيير المناخي اللي عم بيصير وبيقدر أحكي هوني مثلا عن الأثر الكبير على علوء وج الماي يعني المترين اللي عم بيحكي فيها اليوم بالعالم للي بعطيك مثل بمصر بمنطقة النيل اللي أخذي الضج كتير كبيرة من فترة إذا طلعت مترين عم نحكي عن سبعة لحد عشر مليون نسمة اللي حيتهجروا من المنطقة المجاورة لمجرى النيل فهيد كوارث كتير كبيرة وأثر كتير كبير فما منقدر نحنا بالمنطقة هون العربية والشر الأوسط عموما ما نكون عم نتحمل كمان مسؤوليتنا ودولنا ما عم بتكون داخلة بهالمعركة العالمية الكبيرة اللي عم بتكون بموضوع التغيير المناخي كلنا عنا مسؤولية البلاد الصغيرة والبلاد الكبيرة لو كنا صناعية أقل ولو كنا عدد سكين أقل نحنا ملوثين ملوثين بكسافة كتير بالبلاد العربية وللأسف بقدر أقول لك أن الوعي البيئي بمنطقتنا هو بعضه كتير متأخر بالنسبة للغرب وهيدا شيء لازم يتغير وإذا ربما هذا يفتح حاجة لحالة الطوارئ عمليلي بالمنطقة هنا هذا يفتح الباب وهذا ما كنت أشير إليه قبل قليل أنا يا أستاذ روبرت أن الشعوب تختلف التفكير يختلف الوعي يختلف الآن هل المشكلة السياسية لربما برأيك أستاذ فادي اليوم بأن الدول الأقل ديمقراطية هي التي تعاني أو هي من أحد المسببات الرئيسية الآن لما نعيشه على كوكب الأرض أم لا هل لو كانت أكثر ديمقراطية أكثر وعيا أكثر فتاحا لكان الوضع مختلف ما بعتقد إليه علاقة بالديمقراطية أو بالسياسية لأن أنا بعتقد بالبلدين للي فيها ديمقراطية القرار هو أسرع بكتير من البلدين فيها ديمقراطية فإذا كان في عنا حكام أخدوا قرار بيقدروا بسرعة كتير يتحركوا وينجزوا وهذا شيء عم بيصير يعني عم نشوف ببعض البلدين عم بيصير فيه استثمارات كتير بالبيئة بيحكي عن قطر بيحكي عن الإمارات بيحكي عن السعودية مؤخرا مع كل المشاريع عم بتسير بزرع الأشعار أو بالمدن لصديقة للبيئة على المحر الأحمر طبعا أستاذ جلساتي أنه لا أقصد الدمقراطية الفرلمانية نقصد أنه عندما تكون هناك مجموعة يعني تهتم بالبيئة أو تعنى بشؤون البيئة عندما تتظاهر في دولة أوروبية أو دولة منسوبة ديمقراطية فيها عالي تلقى الكثير من الاهتمام اليوم بينما في دول كثيرة أدنى ديمقراطية يعني قد يتهكمون عليهم بمرحلة من مراحل أوكي فهمت سؤالك هلا موضوع أكيد مهم كتير وأنا بعتقد هذه الشغلة بدأت تصير بشراكة بين الشعب وبين المجتمع وبين الكيادة السياسية بالبلدين يعني هذه الشغلة نحنا كلنا بدأت نتشارك فيها ما لازم تكون شغلة بتنفرض علينا هذه بتبلش بالتربية بالتوعية من ولادنا من الأجيال الجديدة اللي عم تطلع اللي هي واعية بقيا أكتر بكتير لتصير البيئة شي موجود فينا مش شي بينفرض علينا من قبل دول أو من قبل حكام أو من قبل السلطة السياسية لازم الشعب هو يكون بواكب دوله بهذا القرار والجمعيات البقية أكيد يكون عندها حرية التحرك حرية التوعية ويكون يعني هي الدولة عم تتبنى هالمشاريع وهالقرارات مش عم تتعارض أو عم تتواجه مع هالجمعيات طبعا مرات المصالح بتناقضة في عندنا بعض البيئيين بروحوا للإكسريمز يعني بيكونوا بدون يوقفوا كل المشاريع وبالآخر الدول بدأت تنمى بدأت تكبر بحاجة لطاقة وبحاجة لتنقل بحاجة لكتاع النقل ولكن كمان الدول عندها مسئولية أن تبلش تنقل لكتاعات صديقة للبيئة بحاجة عن السيارات كتاع النقل كله اللي بيقدر يكون على الكهرباء ويكون على الفيول مقدر نستثمر أكتر بكتير بالطاقة المتجددة هذه المنطقة من العالم عندها شمس كتير وقالا نعم عليها بالشمس فلازم نفكر بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة أكيد أشكرك يبدو أستاذ روبرت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يغرد وحيدا في هذا الشأن والدعوات اليوم أستاذ روبرت هي تأتي فقط تقريبا كما نشاهدها من الرئيس الأمريكي وهو في الساحة وحده وما قاله قبل أيام قليلة لدى زيارته إلى نيويورك ونيوجيرسي كان واضحا اليوم ماذا تفعل أوروبا من الذي يساند الرئيس الأمريكي في محاربة التغير أو مكافحة التغير المناخي أوروبا كانت واحدة من الدول القائدة في مجال التغير المناخي عندما تنظر على اتفاقية باريس وكيوتو الدول الأوروبية كانت تستوفي ما هو مطلوب منها أحد التحديات في أمريكا هو أن هناك نظام سياسي مكسور الرئيس السابق والرئيس الحالي لديهما سياسات مختلفة أحدهما يلغي الآخر ولكن لو نظرت على الولايات الكثير منها في أمريكا كانت متقدمة مثلاً ولاية كاليفورنيا واشنطن نيويورك إنهم يمارسون دوراً قيادياً دون الانتظار من الحكومة في واشنطن أن تلعب دوراً قيادياً في أماكن أخرى من العالم كما قال الضيف هذه أولوية بالنسبة للشبان يتحدثون عن الوظائف والتعليم والبيئة هؤلاء أو يمكن أن نأخذ هذا ونحوله إلى فعل مناخي عن طريق توفير التعليم والمهارات اللازمة في المستقبل إذن هناك مسارات يمكن من خلالها تطرق لاهتمامات الناس والتعامل مع التحديات السياسية في مجال التغير المناخي روبرت مكلين شكراً جزيلاً لك من جامعة أوتوال كندية وشكراً لك من الدوحة فادي جريساتي وزير البيئة اللبنانية السابق والذي فقدنا اتصال معه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة